خلينا نروح تشوف تصرحات الكابتن سيد عبد الحفيز تصرحات الكابتن سامي أمصان والتصرحات معالي السفير محمد أبل وفا نرجع مرتين مهم جدا أن يبقى فيه تحضير بشكل كويس مهم جدا أن يبقى فيه استعداد بشكل كويس احنا جايين وعارفين هاللعب فرقة مختلفة تماما عن كل السنين اللي فاتت كهوية وحتى تنظيمية ورغبة كمان حتى بين مستعداداتهم هم موجودين هنا في تنزانيا رغم أن هي بلدهم وعلى أرضهم المباراة لكن معسكرين من يوم الجمعة زينا بالضبط يعني مستعدين بشكل قوي جدا للمباراة عندهم مدرب كان على ضراية بالقرى المصرية بحكم أنه كان مسك نادي الإسماعيلي حتى في التذكرة بتاعتهم اللي بتاعت المباراة بين أهمية المباراة بالنسبة لهم يعني الطريقة اللي عرضين بها أو التصميم بتاعت التذكرة يبيني هم بيفكروا في المباراة زيان فهي مباراة أنا شايف أنها ممكن تبقى أقوى مباراة المجموعة بالنسبة لنا يعني في الفترة الحالية وما صحيح لسه في أربع مباراة بعدها لكن في النهاية مهم جدا أننا نحقق فيها نتيجة جباية بإذن الله أنا كنت متواصل أو على تواصل دائم مع كابتن أنس مدير الكرة في نادي المريخ والراجل يعني مش عايز أقول لك هو بيقول علينا إيه أو بيكلم معنا إزاي يعني وإحنا بنجاربنا يعني إحنا ده لأخواتنا يعني بغض النظر عن التنافس أو اللقاء يعني هما كان عندهم رغبة أن هما يعودوا لحد يوم الخميس لكن المطش لسه الخميس بالنسبة لنا يعني كواجب ضيافة أو تعامل يعني لأن هما بيعملونا كده من نادي المريخ علاقتنا به علاقة أبدية وتاريخية يعني فما أعتقدش أن في أي حاجة ممكن يعني تخلي أي نوع من الحاجة غير الطبيعية أو المقبولة أنها تحصل يعني زي ما أولت لك أنا على تواصل جامد جدا مع كابتن أنس وأتمنى لهم التوفيق ونكون إحنا اللي اتنين بإذن الله يعني حاجزين بطاقتين التأهل بإذن الله للدور تماني بإذن الله